السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الحرب بين روسيا وأوكرانيا تواصل في الاشتعال يوم أمس الأحد 17 نوفمبر روسيا قامت بأعنف هجوم على العاصمة الأوكرانية كياذ ضربتها بـ 210 سالوخ وطائرة مسيرة واستهدفت مواقع تاقية ومواقع عسكرية في كياذ وأجبرت الألاف من المواطنين في كياذ على الذهاب إلى الملاجأ والمبيت في الملاجأ في ظل انقطاع الطيار الكهربائي خرج أيضا خبر من الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على أن بايدن قبل بأن تستعمل أوكرانيا السواريخ بعيدة المدى الأمريكية السواريخ الأمريكية أتاكامس واللي مداها تقريبا 300 كيلومتر يعني هذا المدى يستطيع أن يضرب في عمق الأراضي الروسية محيط كورسك الروسية التي تسيطر على أجزاء منها طبعا أوكرانيا واللي الآن روسيا تقوم شيئا فشيئا باستعادة البلدات في كورسك الاستعانة بقوات كوريا الشمالية وطبعا روسيا عقدت اتفاق مع كوريا لإرسال 100 ألف مقاتل كوري شمالي ووصلت الدفع الأولى يعني 10 ألاف مقاتل كوري شمالي وصلوا فعليا إلى الجبهات في كورسك وبدأوا بالدعم طبعا بالإضافة إلى القوات الروسية الموجودة في استعادة كورسك فشوفوا معايا في هذه الخارطة هذه هي حدود السواريخ الأمريكية السواريخ آتا كامس اللي مداها 300 كيلومتر تشوفوا معايا هذا الخط الدائري هنا هذا هو المدى الفعلي لهذه السواريخ اللي يصل إلى فورونيتش منطقة اسمها فورونيتش اللي يصل لها تصل لها هذه السواريخ طبعا الغاية من استعمال هذه السواريخ الأمريكية هو محاولة لقلب موازين القوى الموجودة في كورسك ومن أجل إجبار طبعا القوات الروسية والقوات الكورية على الإبتعاد عن كورسك ومن أجل فرض سيطرة أوكرانيا على مقاطعة كورسك واليوم يبدو أنه هذه أيضا رسالة اليوم من الإدارة الأمريكية إلى كوريا الشمالية أنه جنودها سيعودون في التوابيت وأنه ربما مقام به الرئيس الكوري الشمالي يعتبر انتحار وسيدفع ثمنه غاليا طبعا المستوى الواقعي كييف أوكرانيا لا تمتلك عدد كبير من صواريخ الأتاكامس يعني تقريبا أربعمائة صاروخ حسب المتداول في وسائل الإعلام الأمريكية أربعمائة صاروخ أصلا روسيا أطلقت تقريب مية واربعين صاروخ فارتصوتي وصاروخ مجنح على أوكرانيا يوم أمس وثمانين أو سبعين طائرة موسية هذا في يوم وانت تقول لي أن أوكرانيا عندها أربعمائة صاروخ أتاكامس ونعرف اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من شحة الصناعات العسكرية بسبب الحرب الصهيونية على غزة وعلى لبنان فهذه السواريخ لن تقلب المعادلة ولكن هناك نية الحقيقة اليوم من إدارة بايدن على جعل الوضع يتأزم أكثر في علاقة بملف الحرب الأوكرانية الروسية من أجل إثقال كاهل إدارة ترامب المقبلة طبعا بايدن لا يريد أن يسلم السلطة لترامب وتكون الملفات يعني غير معقدة ويكون الحل جاهز لأنه ترامب توعد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وبالنسبة لترامب أن الاستمرار في دعم أوكرانيا أمر غير مجدي ويجب طبعا تفهم المخاوف الروسية ومحاولة إيجاد حل يرضي روسيا بايدن لا يريد ذلك يريد تأزيم الوضع وأحنا سمعنا الحقيقة تصريحات روسية تشوفوا معايا روسيا وتحذيرات في موسكو تقول ضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية قد يشعل حربا عالمية طبعا كيف نفهم هذا التصريح؟ هل روسيا مثلا عندما يتم ضربها بسواريخ الأتاكامس الأمريكية سترد بحرق أوكرانيا من خلال ضربها بالنووي؟ أنا باعتقادي لا لا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة الآن أنا باعتقادي الحقيقة أن السلاح النووي الروسي هو سلاح استراتيجي ولا يمكن استعماله بهذه السهولة علاوة على الفاتورة الباهظة التي ستدفعها روسيا إن فعلا قامت بإلقاء قنابل نووية على أوكرانيا ستكون الفاتورة باهظة وربما فعلا سيكون هناك حرب شاملة بين الغرب وبين روسيا وستكون الفاتورة مكلفة على روسيا وعلى الغرب وباعتقادي أنه لا الروس سيفكرون وينفذون هذا الموضوع الآن لأنه هناك براجماتية في التعامل الحرب في أوكرانيا استنزفت الكثير من قدرات روسيا والدليل على ذلك أنه روسيا الآن طلبت المساعدة من كوريا الشمالية طلبت مئة ألف مقاتل من كوريا الشمالية لو كانت روسيا مثلا تستطيع إدارة هذه الحرب لوحدها لما طلبت المقاتلين من الشيشان ولما طلبت المقاتلين من كوريا الشمالية ولما طلبت السواريخ والمسيرات من إيران فالواضح أن هذه الحرب تستنزف روسيا هي كانت عملية خاصة والحقيقة أنه المناطق التي سيطرت عليها روسيا في السابق الآن تعاني من صعوبة كبيرة في المحافظة عليها والآن دخلت أوكرانيا إلى كورسك فهذه الحرب تستنزف روسيا ولكن لا يعني أنه روسيا هزمت في هذه الحرب لا بالعكس هي مثل ما هي استنزفت أيضا استنزفت حلف النيتو واستنزفت أوكرانيا وضربت الأهداف العسكرية والمطارات في أوكرانيا والآن زيلنسكي الرئيس الأوكراني يعني صوته بحه هو يطالب باستمرار الدعم الغربي واللاحظوا أنه في نوعا ما من التملمن المستشار الألماني أجرى اتصال هو الأول من نوعه مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وهذا ربما يؤشر على أنه ألمانيا بدأت تستبق ما سيقوم به دونالد ترامب لأنه دونالد ترامب كما قلنا توعد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية فبالتالي بايدن الآن يحاول تعميق الأزمة ولكن أنا باعتقادي أنه السلاح النووي لن يستعمل روسيا لديها أوراق أخرى يمكن أن تستعملها وسنتحدث عن هذه الأوراق ولكن خلونا نشوفوا هذه التدوينة لدونالد ترامب جينيور اللي هو ابن دونالد ترامب يقول أنه المركبات الصناعات العسكرية أو الشركات العسكرية شركات الصناعات العسكرية تريد أن يعني تريد الوصول إلى حرب عالمية ثالثة قبل أن يتسلم والدي أي دونالد ترامب مقاليد الحكم لإقامة السلام وحفظ الأرواح يعني دونالد ترامب جينيور ابن دونالد ترامب يقول اليوم أنه الشركات أو المصانع العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تدفع لحرب عالمية ثالثة قبل أن يتسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم لوقف الحرب وإقامة السلام وحفظ الأرواح وفعلاً عندما نتحدث اليوم على الشركات الصناعية العسكرية فهي مؤثرة طبعاً في السياسات وفي قرارات الحكام في الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً دونالد ترامب هو يعني هذه الفترة الرئاسية ستكون الأخيرة بالنسبة له حسب الدستور الأمريكي لأن الدستور الأمريكي يضمن فترتين فقط لأي رئيس حتى ولو كانت متباعدة هو شغل منصب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية والآن سيشغل منصب 47 للرئيس الأمريكي وبالتالي لا يمكن أن يشغل فترة رئاسية أخرى ولذلك دونالد ترامب اليوم يقول شعاره Make America Great Again Make America Great Again يريد أن يعيد الولايات المتحدة الأمريكية لتصدر العالم سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً ويريد أن يركز أيضاً على الوضع الداخلي وهو يعني بطبيعة الحالة هو لا يريد أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في استنزاف قدراتها بدعم أوكرانيا فيريد أن ينهي الحرب الروسية الأوكرانية ويريد ربما أن يحيد روسيا بمعنى أنه لا يريد أن تكون روسيا عدوة للولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في فترته يريد أن يركز مع الصين ومع إيران في هذه الفترة وفي علاقة ربما بالشرق الأوسط هل مثلاً ترامب وهذا بسرعة هل مثلاً ترامب سيلعم استمرار الحرب في غزة وفي لبنان أنا باعتقادي أنه ترامب سيضغط بقوة لإنهاء الحرب لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة غزة ولبنان وبالتالي هو عنده مخطط تغيير خريطة الشرق الأوسط التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني يريد أن يسيد إسرائيل على المنطقة وهذا طبعاً يجب أن يحدث مهما كان الثمن وبالتالي من المتوقع باعتقادي شخصياً أنه تستمر الحرب لأشهر حتى يضمن أن الأطراف توافق على شروط الكيان الصهيوني في هذه الحالة ونعود هنا لروسيا والأوراق المتاحة لروسيا حقيقة خلينا نعطيكم إضافة ربما إلى إغراق أوكرانيا بالسواريخ والمسيارات وأنه روسيا على كل فهناك احتمالية كبيرة أنه روسيا تستطيع صد الصواريخ الأمريكية أتاكامس بمنظومات الدفاع الجوي الموجودة لديها ولكن حتى ولو لم تستطع ذلك فتستطيع أن ترد من خلال إيش؟ من خلال أن تزود إيران مثلاً بطائرات السخوي 35 بمنظومة الأس 400 التقارير التي تتحدث أن روسيا زودت إيران فعلياً بطائرات السخوي 35 أو منظومة الأس 400 حقيقة ما زالت تقارير غير موثوقة وبالتالي باعتقادي أن تزويد الإيرانيين بالطائرات السخوي من أجل المساهمة في التصدي لأي هجوم إسرائيلي مقبل إذا ردت إيران بقوة وضربت منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الموجودة في الكيان الصهيوني وضربت المطارات الحربية الإسرائيلية فهذا باعتقادي سيعتبر نقلة نوعية يمكن للروس مثلاً أن يزودوا أنصار الله في اليمن بسواريخ استراتيجية مهمة لضرب الأصول الأمريكية لضرب حاملة الطائرات إبراهام لضرب حاملة الطائرات أبرهام في البحر العربي أو لضرب البوارج الأمريكية هذه ربما أيضاً من الأوراق المهمة يعني في المحصلة أن روسيا يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية من خلال تزويد أعداء أمريكا في المنطقة بالسواريخ وبالطائرات ومنظومات الدفاع الجوي أو حتى تسبح لسوريا باستعمال منظومة الأس 400 للتصدي للغارات الإسرائيلية تستطيع روسيا أن تزيد من استنزاف أمريكا في المنطقة وتزيد من استنزاف حليفة أمريكا في المنطقة وهي إسرائيل وهذه ستكون خطوة حقيقة مهمة وكبيرة جداً ولكن هل يفعلها الروس؟ أنا أشك صراحة أنا أشك لماذا تقديراتي الشخصية أن روسيا ستنتظر ستنتظر يعني هي بطبيعة الحال سترد الآن على إطلاق صواريخة كامس أمريكية على العمق الروسي سترد بإغراق كيف بوابل من الصواريخ ولكن باعتقادي لن تذهب إلى دعب كبير لإيران أو لأنصار الله أو ربما لسوريا في مواجهة أمريكا وإسرائيل ستنتظر حتى يأتي دونالد ترامب وترى ما سيفعله دونالد ترامب هل فعلياً دونالد ترامب سيوقف الحرب أم أنه سيستمر فيها؟ لأن روسيا تقول لك إذا أنا دعمت الآن إيران ودعمت أنصار الله لضرب أمريكا فأنا سأعلن العداوة المباشرة مع أمريكا وروسيا تقول لك لا هذا ليس في مصلحتي الآن أنا بالمنطقة نحن نفكر في هذا الموضوع وبالتالي هي تقول لك أنا سأحاول أن أنقى بنفسي عن ما يحدث في الشرق الأوسط أوكي الآن هناك استنزاف لأمريكا وإسرائيل ولكن لا أزيد من هذا الاستنزاف لكي لا يعني يكون هناك الحقيقة ربط فعل أمريكي من قبل إدارة ترامب خاصة أنه ترامب أرسل مؤشرات أنه سينهي الحرب الروسية الأمريكية وبايدن كما قلت هو يحاول الآن أن يخلط الأوراق في أيامه الأخيرة عبثا هاكذا قل لك أنا خارج للتقاعد خارج للتقاعد يعني خليني نعمل الحرب هذه ونشعلها ونخلي إدارة ترامب يعني تأتي وهناك ملفات ثقيلة ستلهيها عن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فشل ترامب وفشل الحزب الجمهوري في تحقيق وعوده الانتخابية يعني شوف الأيام المقبلة ما زالت باعتقاد حبلة بالكثير من المفاجآت وتطورات سوى في المنطقة سوى في بين روسيا وأوكرانيا وسنتابع الأكيد ما سيحدث الشهر النصف المتبقية على تسلم ترامب بقليد الحكم طبعا في بعض الأخي يكتبوني في التعليقات أيش يا حساب رضي ترامب وفعلا اليوم العالم يحسب حساب إيران تحسب حسابات للرئاسة الأمريكية روسيا تحسب حسابات للرئاسة الأمريكية كل العالم اليوم يحسب حسابات لأن أحبابنا أمريكا اليوم مؤثرة في السياسات العالمية هذه السياسة الدولية الموجودة الآن ولذلك نتحدث مش عجبني أن الوضع نتحدث عليها نتعتقد أنه عجبني أن الوضع نقول لكم والله اليوم أنه روسيا تحسب حسابات وإيران تحسب حسابات لا لا ولكن هذا هو الموجود نتمنى أنه يكون هناك عالم ثلاثي الأقطاب مش حتى ثنائي القتبية ترجمة نانسي قنقر